وفي البداية عايزين نعرف منك يعني الموضا ده جديد علينا يعني يمكن وحنا حتى بنتكلم قبل الفاصل كنا عايزة عارف منك تفاصيل أكتر إزاي الشركات هي هيبقى ليها وجود حقيقي على أرض الواقع بتطلع رخصها عن طريق منصة إلكترونية أهمية ده إيه أول حاجة؟ تأسيس أول شركة إلكترونيا إيه الهدف أو التأثير خليني أقول الإجابة اللي يمكن هيقع على قطاع الاستثمار من حاجة زي دي هيعود على إيه المستثمرين هيشوفوا ده إزاي في البداية طبعا هو الاستثمار دلوقتي ما بقاش قطاع اقتصادي تقليدي تتعامل معها الدول عموما مش بس مصر بشكله زي الصناعة أو الزراعة أو خلافة فطول الوقت والنهاردة بقى سلعة تنفسية لو أنت كدولة أو كحكومة ما درتش تقدم عليها مميزات اقتصادية أو مزايا نسبية تستقطب بيها المستثمر اللي بره واللي جوه قبل اللي بره كمان النهاردة فحيسيبك يروح لدول تانية وده يمكن بقى لدول كتير جدا عربية تحديدا في موحاتنا الإقليمي بدأت تعمله زي الصعودية والكويت والإمارات وقطر النهاردة فكرة أن أنا كمستثمر وأنا قاعد في بلدي أنهي كل إجراءات أساس الشركة في أقل من نص ساعة أولاين بكل التراخصة وماكنش محتاجة أن أنا لازم أروح الدولة دي وتعامل معها أكتر من جهة هذا اللي كان بيحصل في مصر قبل 2013 وفكرة البيروقراطية بقى النهاردة وأستنى خمس شهور والخمس شهور بيجيبوا سنة وممكن يتوافق وممكن يترفت فأنا النهاردة كمستثمر ما عنديش للوقت ولا رفعيتي للوقت أن أنا أعمل ده وأنتظر ده فأشوف دولة تانية أو مجتمع أعمال تانية أروح أستثمر فيه طول الوقت كنا بنتكلم في مصر في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحديدا في شق الاستثمار إن إحنا عايزين بقى عندنا فكرة شباك الاستثمار الواحد إن أنا كمستثمر النهاردة أقدر أخلص كل إجراءاتي في مكان واحد وماكنش محتاج أن أنا أروح للوزارة الفلانية أو أروح للجهة المعينة عشان النهاردة أقدر تعدد وتشابق جهات الولايات كان بيؤثر طبعا وبقى اللي بيرتبط بدأ من بيروقراطية وروتين وممكن يدخل في فساد وخلافه فالتالي النهاردة أنا كدولة أخسر المستثمر ده طيب النهاردة فكرة المنصة الإلكترونية دي النهاردة أنا أقدر كمستثمر وأنا قاعد برا أن أنا النهاردة أدخل عليها أولاين وده اللي حصل مبارح حتى فيه طرح أو تأسيس شركة دومياط للأمونيا الخضرة ودي واحدة من الشركات اللي داخلت تستثمر فيه قطاع التعديم وقطاع البترول في المنطقة الحرة في دومياط فالنهاردة يمكن معالي دولة رئيس الوزراء مبارح في مقر الحكومة بالعالمين الإجراءات دي كلها ما أخذتش أكتر من نصف ساعة مع وجود الأشخاص المعنيين بالإستثمار محافظة دومياط ووزير البترول ورئيس الهيئة العامة للإستثمار المنصة النهاردة بتجمع كل الجهات الحكومية اللي تقدر توفر لحدك كمستثمر كل الإجراءات والإجراءات القانونية والمالية اللي أنت محتاجها من الدولة علشان تنشئ فيها الشركة دي وبالتالي النهاردة تقدر يعني حتى كمان من ضمن الأمور الموجودة بالمنصة أنا لو مستثمر أجنبي النهاردة قدمت وفي خلال عشر أيام ما تردش علي فده معناه اختار بالموافقة من الدولة أن احنا وفقنا لك على الاستثمار فبالتالي النهاردة دي كانت ميزة مهمة جدا ما كانش ينفع بقى أن انت عملت التنمية في بنية تحتية وطرق وكباري وتطوير في قطاع الطاقة وخلافه وكل الأمور اللي بتمثل دعائم أو أركان ملف الاستثمار لكن الشق التشريعي والقانوني اللي بيجي عاجل استثمار لسه زي ما هو فيه قدر من التعايد أو البيروقراطية شوية والنهاردة زي ما يقولوا رأسي ما الجبان لو أنا ما قدرتش هنا يعني أنا لا راح له واتحرك له مش النهاردة ما فيش حد هيديني فبالتالي طبعا كانت خطوة مهمة جدا وأعتقد النهاردة لما إحنا كمان بقى الأهم إن إحنا إزاي نمركت على الخطوة دي إن إحنا نقول لمجتمع الأعمال في إقليميا وخاصة إن إحنا كان عندنا رغبة وما زالت إن إحنا نبقى مركز إقليمي للإستثمار في منطقة القرى الإفريقية والشمال الإفريقية تحديدا وكل دول العالم تاخد من مصر منصة تنطلق للسوق الإفريقي اللي بالنهاردة فيه أكتر من 2 مليار نسمة فبالتالي مش حاضر أحقق كل الأمور دي أو الأحلام دي وأنا عندي أو متأخر في الإجراءات اللي بتعجل وتسرع من فكرة التأسيس الشركات أو العجل للإستثمار طيب زي ما أنت قلت دلوقتي لو أنا قدمت والموافقة ما جاتليش خلال 10 أيام بعتبر أن دي موافقة للمستثمر الأجنبي بالنسبة بقى للترخيص والسجل والرخصة والحاجات دي كلها بيأخدها إزاي بصدر أستاذ محمد هو من خلال المنصة إنت في سبع خطوات السبع خطوات دول متعلقين بكل ما له علاقة بالأوراق القانونية والاشتراطات المالية لأنا كدولة بتطلبها من حضرتك كمستثمر علشان تفتح شركتك سواء كنت محلي أو أجنبي ففي كل خطوات دي لو حضرتك ما استفدش الخطوة دي فبالتالي النهاردة مش هيتم تقديم طلبك أصلا على المنصة لكن أنا بتكلم على فكرة العشر أيام لو حضرتك قدمت وتم القبول أو إجراء كل السبع خطوات فالنهاردة في الحالة دي في خلال عشر أيام لو ما تردش عليك بتعرف أنت موافقة أو الدولة كموافقة على هذا النشاط الاستثماري أو هذه الشركة وتكويدها داخل مصر طب وكل المستثمرين من كل القطاعات فيقدمهم من نفس المنصة دي خلينا أقول لي مثلا سياحة زراعة صناعة أي حاجة كل القطاعات الاقتصادية أي قطاعات الاقتصادية التي تتدرب من خلال المنصة دي هي شوية في إطار خطة التحول الرقمي يعني زي مبارح مثلا لما كان القرار اللي هو أن احنا بنصدر رقم قومي للعقار ما إحنا نهاردة في إطار رؤية مصر 2030 عندنا يعني رؤية تانية منبثقة منها متعلقة بالتحول الرقم فالنهاردة التحول الرقمي ده مقدش أتكلم عنه طول الوقت وأنا مثلا لحد النهاردة المستثمر بيجي وبتعقد إجراءات التأسيس للشركات أو تأسيس الشركات داخل الاقتصاد أو الاستثمار بشكل عام النهاردة وما بقاش عندي مثلا منصة رقمية يعني أنا عايز أقول لك أن الخطوة دي موجودة في دول تانية يعني حديثة العهد حتى بلاف الاستثمار من سنوات كتيرة يعني فبالتالي النهاردة هي فكرة بقى أن أنا بوفر كل الوقت والمجهود اللي ممكن المستثمر يعمله مع التعامل مع الجهات الحكومية المختلفة فإنه من خلال المنصة دي خلص كل إجراءاته وفقلم النص ساعة طيب ده عظيم جداً إيه الأوراق المطلوب؟ يعني لو فيه مستثمر شاب لسه عايز يدخل في مشروع مشروع صغير مثلاً وعايز يقدم من خلال هذه المنصة إيه الأوراق المطلوبة منه؟ أول حاجة طبعاً أنت بتبقى محدد السجل التجاري والبطاقة الدربية الخاصين بالشركة نوع النشاط هل الشركة لها فروع في دول تانية ولا ده شركة حديثة لسه تم إنشاءها يعني مجدداً حجم طبعاً أعمالها رسمها لها بيان القوام المالية للشركة كل الأمور المحاسبية المتعلقة أو القانونية اللي بتثبت أن فيه كيان وطبعاً بيبقى فيه الإجراءات المالية طبعاً بتختلف بفكرة إجراءات التأسيس المالية أو القيمة المالية اللي بتدفع حضرتك على حسب حجم الشركة أو حجم أعمالها وبالتالي عليه طبعاً في حالة أنه فيه مجموعة من الاعتبارات النهاردة أنه الشركة أو النشاطها أو النشاط الاقتصادي ده ما يكونش لمضر بالبيئة فيه تهديد لأمن قومي للدولة أو الاقتصاد الدولة وبالتالي نهاردة بيتم المفقادي إجراءات لها السورية أو الشكلية المتعلقة بالطبيع التكوين الشركة سواء قانونياً أو مالياً وتقدر تشتغل بعدها على طول الأهم بقى أستاذ محمد أنه من خلال المنصة دي حضرتك أنا كدولة بقدم حاجة مهمة جداً النهاردة لو حضرتك أو حضرتك جايين بتستثميره في قطاع زي قطاع الملابس الجهاز أو صناعة الملابس الجهاز أنا بقول لك كدولة أن أنا عندي مثلاً نهاردة أنه أنا موفر لك كل أشكال البنية التحتية أو المحفزات الصناعة دي مثلاً في المنطقة الحرة شرق بورسعيد أو في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس عندي حاجة كمان تاني من خلال المنصة ودي اسمها المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية أنا بقول لك كدولة لو أنت جيت استثمارت عندي مثلاً في المناطق الحرة في الصعيد والله أنا هديك محفزات استثمارية ومحفزات ضريبية ومحفزات جمركية بالشكل أدي كد عشان أنشط واقع وطبيعة الاستثمار في المحفزات لكن أنا بأعرض عليك بس مش بلزمك لا طبعاً أنا بأعرض عليك أنت النهاردة لو مستثمر أجناني وجاي عايز تستثمر في قطاع الزراع فأنت مش عارف البلد دي أو الدولة دي الأماكن أنا هارضة أقول لك أن أنا عندي مثلاً مشروع دلتا الجديدة أو عندي مشروع خريطة استثمارية المليون ونصف فدان في غرب غرب المينيا أو الوادي الجديد عندي منطقة شرق العوينات بديك خريطة استثمارية للقطاع الزراعي في كل أنحاء الدولة وبقولك المحفزات لو أنت استثمرت في المنطقة دي عايز تستثمر في قطاع صناعي معين زي مثلاً النهاردة الشركة التي تأتي بها استثمار بارح هي اتحطت في المنطقة الحرة لدميات لأن المنطقة الحرة في دميات مخصصة لهذا النمط من الصناعات التعدينية فبالتالي النهاردة أنت بتواجه المستثمر وبتقوله كل منطقة محفزات الاستثمار فيها وأنا كدولة سأقدم لك إيه علشان أقدر أجذبك وتكون موجودة عندي هنا طيب أنا مستثمر دلوقتي ودخلت على المنصة ودخلت كل الأوراق اللازمة عشان أفريفاي وأكد فيها معلومات شركتي ببتدي أشتغل من إمتى؟ يعني إمتى؟ خلاص أنا بيطلع لي الرخصة من أول ما بيتم اختار حضرتك سواء إلكترونيا بعد التقديم على المنصة بأنه تم استفاء كافة الإجراءات القانونية لتأسيس الشركة وبقدم لك الخريطة الاستثمارية للمناطق اللي أنت ممكن على حسب طبيعة النشاط اللي حتى جاءت استثمر فيه النهاردة تأخذ إجراءات تأسيس شركتك وفتح مقر لها داخل الدولة وتتدي تشتغل طيب بعضين جدا أين كان وهذا النشاط زي ما أنت ذكرت أو حتى الشركة مثلا هل لها مقر أو شركة افتراضية يقدر برد تعمل في هذا المنصة؟ شوية الشركات الافتراضية حتى عالميا بتبقى يعني الدولة أكتر حريصة على النشاط الاستثماري الملموس لأن الشركات الافتراضية دي شوية بتخش في شق الهوت ماني أو الاستثمارات الساخنة اللي هو ممكن يدخل يخرج في أي وقت أو حجم رؤوس أموال أنت كدولة مش شايفها فمش هتفيد الاقتصاد بالشكل اللي هو الاستثمار المادي اللي هو ييجي عندك وينشئ مصنع وده الأهم يوفر إنتاج بيطلع لك سلع بتوفر واردات بعد كده بتوفر فرص عمل هو ده الأهم دلوقتي لكن الشركات الافتراضية يمكن حتى النهاردة عالميا حتى القانون اللي بينظم آلية عملها لسه مش منتشر بشكل قوي تحديدا حتى في مطاية الشرق الأوسط أو إحنا في مصر يمكن شوية الخطوة دي ما أقدرناش عليها بشكل تنافسي لأنه أنا يهمني في المرحلة الحالية لاستثمار المادي أكتر الموجود الملموس اللي يعني تواجد على الأرض أكتر طيب أهمية الترويق بقى لهذه الخدمة يعني النهاردة أنا إزاي أوصل للمستثمر الأجنبي الموجود زي ما حريك قلت مثلا في الصين أقوله أنه إحنا عندنا في مصر الموضوع سهل عفوا سهلنا الموضوع الفترة اللي فاتت كان رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كان بيعمل جوالات خارجية كتير جدا تحديدا في الصين وشرق آسيا تحديدا وده المهم النهاردة أن أنت بتخرج لمجتمع الأعمال بره أو الدول بره بتقوله أو بتبيع الاستثمار عندك أو مناخ الاستثمار عندك فبتقوله النهاردة أنت لو جيت استثمارت عندي المزايا أو البانفتسين أنت هتأخذها عندي هتبقى في كل شيء في إجراءات في ضرائب في تخفيض الجمارك على المواد الخام الاستقرار كمان اللي أنت عملته في سعر الصرف النهاردة وده كان مهم جدا لأنه كتير جدا مستثمرين كانوا متخوفين طول فترة اللي فاتت فكرة الأسعار الفايدة أو خلافه كمان النهاردة المنصة عليها من ضمن الأمور أو المواد اللي عليها أنه حرية خروجك كمستثمر في أي وقت أو تخرج من النشاط الاقتصادي بكامل رأس مالك وأرباحك بالعملة الأجنبية اللي أنت استثمارت بها وده يمكن كانت حاجة بتقليل أي حد وده يمكن حتى كمان من التعديلات اللي تم إقرارها على قانون الاستثمار اللي صدق عليه سيد الرئيس من أيام قليلة أنه النهاردة حرية تخرج الكامل أي مستثمر بكامل رأس مالك وأنه أنت كمان نهاردة ما تلزمش مستثمر معين أنه يجي استثمر عندك بالدولار على سبيل المثال نهاردة أنت عملت تنوع أنه أي عملة أجنبية أنا كدولة مرحب بالاستثمار بها داخل الاقتصاد المصر ده جميل وده من التسهيلات المهمة جدا أنه هو زي ما دخلت بسهولة آه ده أخرج كمان من آه أخرج وأخرج بنفس رأس المال وبالأرباح أنت بس تختر الدولة يعني قبلها بمدة كافية لا تقل عن عام أنت حتعم بالعملة كمان بالعملة أنا دخلت بها بالعملة الأجنب التي استثمرت بها النهاردة أنت تتيح فكرة أنه عندك سلة عملات أنا مش بوفرد عليك كمستثمر أنت لازم تيجي تستثمر الدولار عندي برضو دي كانت حاجة مرهيقة كتير جدا ده ممكن يفيدنا بأي طيب النهاردة حي فيه كتير جدا من مثلا عسابين مثال في الظل الصراعات الاقتصادية أو الحروب التجارية على أسابة بين طبعا يعني زي الصين والولايات المتحدة الأمريكية النهاردة أنه كتير جدا دول ما عنداش رغبة أنها تستثمر بالدولار فهو حاب أنه يجي يستثمر عندك ويدول كيانات اقتصادية كبيرة جدا بس حاب تيجي تستثمر عندك بعملتها فبالتالي النهاردة أنه يدخل عندك أنت تديله الإمكانية دي أنه يدخل ويستثمر بعملته فبالتالي النهاردة ده حيبق ليه دافع كبير جدا أنه تستقطب قدر كبير جدا من الاستثمارات أنت كنت هتخسرها لو أنت فردت أنه يبقى الاستثمار عندك بالدولار فقط وكمان حاجة تانية حيخافف من الطلب على الدولار فهي يفيدك أنت كدولة اقتصادية أنت تشهد استقرار ولو بشكل نسبي في أسعاره قدام الجنيه النهاردة أنت الطلب زايد على الدولار فهي طبعا نهاردة بيرفع من قيمته في زل التحديات اقتصادية كتير جدا فبالتالي النهاردة ده حيبق ليه ميزة اقتصادية تانية مختلفة أو جانبية نتتخفف من الطلب على الدولار فهي نعكس على سعر 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 في قدام الجنيه مصر في الفترة اللي فاتت يمكن شهدت اشهدات كبيرة من يعني مؤسسات كبيرة اقتصادية لو بنتكلم على موديز أو غيره أو غيره نحن لو النهاردة بنتكلم عن ارتفاع في الترتيب مصر اقتصادية عالمية بنتوقع ان احنا نقفز للترتيب الكام بعد ما عملنا قرار مهم زي ده هو يمكن موديز وبعد دي علاقة شوية اكتر بتصنيفات اقتمانية يعني متعلقة باستقرار سعر الفايدة وسعر الصرف مستوات التضخم الأداء الجهاز المصرفي عندنا طبعا دي محفز اخر لأي مستثمر لان النهاردة مستثمر اللي جاي هو بيشوف الدولة دي في مجموعة من العناصر اجراءات اساس الشركة أو الشق التشريعي والقانوني وده عملناه في المنصة اللي اطلقناها الحاجة التانية متعلقة بسببات سعر الصرف واستقرار العملة ومعدل الفايدة كل ما كان مستقر على الاقراض نهاردة قادر اقترب من الدولة دي بفايدة مختلفة توفر مصادر الطاقة التطوير اللي حصل في المواني والبنية التحتية استقرار الجهاز المصرفي او مؤشرات الايجابية اللي بيحصل عليها الجهاز المصرفي كل فترة من المؤسسات المصرفية العالمية طبعا ده شهدت ثقة كبيرة جدا وبيبقى رسالة طمقانة هي بزبط رسالة طمقانة دي يعني مؤشرات مهتمة ببيئة الاستثمار بالشكل العام فانا النهاردة كمستثمر لما بشوف التقارير دي والمؤشرات دي بطمن فبروح استثمر في هذه البلد يعني التأسيس الالكتروني للشركات النهاردة ممكن يسهم او يساهم في اننا ترتيب مصر عالميا النهاردة يرتفع انت فوجة نظرك؟ هو طبعا لما بيجوا يقارنوا الحيطة دي تحديدا عالميا او نصطر الاقتصادية هو بيشوف مدى السرعة والانجاز اللي المستثمر بيقدر يحققوا من خلال استخدام المنصة دي مش فكرة بس وجود المنصة لانها بقت امر منتشر في كتير جدا من دول العالم ونهاردة بيقصوها هل انت كمستثمر حتى في السيرفي اللي ممكن يتعامل انه وجهت اي صعوبات او الطريق ان انت تتعامل رغم تقديمك على المنصة مع جهات حكومية بشكل ماني او تقليدي تاني برضو انت تتواج جهات حكومية هل كان فيه تعقضات او فيه بعض الامور الصعوبات اللي قابلتك ولا لأ وبالتالي يبنان علي بيقدر يقيمك في تصنيفك طبعا هي هترفع من تصنيف مقص في مؤشر الاستثمار العالمي واستقطاب الاستثمار بالتأكيد لكن بتتأس بقى بان انا كدولة او كاقتصاد من بعد ما اطلقت المنصة انا قدرت اقسس كم شركة او كم شركة اجنبية جات لي وتقدمت من خلال المنصة عن ما قبل تأسيس المنصة فهو ده واحد معيار مهم جدا من معيار الحكم على مدى نجاحها او لا واحنا عشان نوصل لده محتاجين ترويج اكتر لهذه المنصة بالضبط ما هو دائما استثمار دلوقتي ما بقاش زي ما قلت حدك في البداية انه انت تقدر قاعد مستني الناس تجيلك لا هو انت لازم تخرج تقول اللي برة انت لو جيت عندي هتكسر ايه المميزات التنافسية ايه اللي هقدمهوه لك زي ما حدك ذكرت انه هذه المنصة موجودة في دول كتيرة جدا ودول حديثة كمان في الاستثمار يعني لسه بتبدأ طريق الاستثمار فالمنصة موجود انا انا اريد اقول لحضرتك ان الموقع او الويبسات الخاصة اللي يعمل الاستثمار على مدار من 2017 لحد 2020 اتقدم عليه ما يقرب من حوالي 1649 شكوى متعلقة بمستثمرين اتحلم انه ما يقرب من حوالي 1225 وبنسبة 75% من المشكلات دي كانت انت ايجا لصالح المستثمرين وكلها مشاكل متقدمة اونلاين يعني هم مراحوش مقر الهيئة وقدموا او اشتاكل اونلاين فبالتالي النهاردة ده مؤشر مهم يقولك ان انت يعني نجحت في حاجة زي كده ان انت تتعامل حتى مع مشكلات الاستثمار بالشكل التقني او اونلاين في ان انت تحلها وانت توجد حلول ديها طيب واحنا عشان نعمل هذه المنصة هل شفنا الدول المتقدمة في صناعة مثل هذه المنصات يعني كنا بنرد دلوقتي على شاشة الخطوات لتأسيس شركة الكترونيا هل احنا شفنا الكلام ده عشان برضو نبقى بنسهل بجد على الناس مش مجرد ان انا مثلا عمل منصة اونلاين وفيها تعقيدات ما هو انت في الاستثمارة عموما انت في منافسة طول الوقت فلازم بتشوف اللي حواليك بيقدم ايه او بيعمل ايه علشان تقدر تحكي او تقدم حاجة افضل منه ده حتى في الشق التقني يعني كما نص او بسعيد في اطار بقى المحفزات كمان انت لازم تقدم محفزات افضل واقوى من اللي غيرك بيقدمها علشان انا كمستثمر اسيب وجل حضرتك فطبعا انت حتى كمان التجربة التطبيق النهاردة لما انت بتوري العلم كله زي اللي حصل انه رئيس الوزراء بيشهد بنفسه تأسيس الشركة واطلاق شركة وده استثمار قوي يعني في قطاع مهم من قطاع التعدين فالنهاردة انت بتقول لعالم كله او بتسوق قدام العالم كله المدى نجاح هذه الالية او التقنية دي في يعني التسويق لمناخ الاستثمار محليا وعالميا طيب انا سهلت عليهم وعملت لهم بالمنصة والناس اسست الشركات ايه الميزة التنفسية اللي موجودة في مصر على ارض الواقع تخلي الناس تجي تأسس شركاتها هنا منو هي عادة في بلادها كمان لو انت هتتكلم على على مصر تحديدا فانت بتتكلم النهاردة هو ما بيبصش لمصر بشكل منفرد هو النهاردة مصر هتبقى بالنسبة له بشكل منفرد ان هو يستثمر في مصر او منصة انه يدخل السوق الافريقي اللي فيه اكتر من حوالي 2 مليار ناس كتير جدا من الدول الافريقية رغم انها ممكن تكون اكتر من مصر في الانتلاك المواد الخام او توفر مواد الخام لكن بيقيت الاعمال فيها غير مؤهلة سواء بقى لأسباب عدم الاستقرار الامني او السياسي او ما فيهش تطوير اللي حصل عندك فيه قطاع ازاقطاع البنية التحتية واقطاع الطاقة وخلافه فالنهاردة ان هو يبقى واخد منصة في مصر يستثمر في مصر وين الانتاجه للسوق الافريقي افضل بكتير جدا من ان هو النهاردة يروح يستثمر في كل دولة افريقية على حدة الحاجة التانية التطور اللي انت عملته في المواني عملته في البنية التحتية ده بيقلل من تكلفة النقد قطاع الطاقة استقرار سعر الصرف فكرة ان انت سمحت النهاردة انه اي مستثمر يستثمر بعملة دولته ده برضو شيء ايجابي النهاردة المنصة اللي حدق اطلقتها كتير جدا من التعائدات اللي كانت يمكن موجودة النهاردة انت شلتها علشان تقدر تنافس بيها اقليميا حتى مبدئيا في منافل استثمار احنا بنشكر طبعا حدق شكرا جزيلا لدكتور احمد ابو علي الباحث الاقتصاد شكرا جزيلا لي شكرا لحمد